اشتركوا في القناة وعلى وقته لقائنا اليوم من ضمن المبادرات التابعة للكرسي والتي تهدف لتسليط الضوء على الأمن السبراني وإبراز أهميته في الوضع الراهن نود أن نناقش عدة مواضيع عامة في مجال أمن المعلومات وبالأخص إحدى أهم المواضيع في عالم الأمن السبراني خلال الوقت الراهن ألا وهي البرمجيات الخبيثة أو كما تعرف بالمالوير بالنهاية سنقوم بالإجابة على بعض الأسئلة التي تم طرحها من طلاب الطالبات المتخصين في الأمن السبراني والتحرر الرقمي بداية المالوير هي أي برنامج مصمم خصيصاً لتعطيل أو إطلاف أو الحصول على إلى أنظمة الكمبيوتر حسناً الآن المهندس محمد حابين نسألك أولاً كيف ظهرت برامج الفيديو أو الرانسومير؟ طيب بداية بسم الله الرحمن الرحيم مساء النور حياكم الله جميعاً وأشكركم على الدعوة هذه وإن شاء الله يكون اللقاء مفيد ومثمر وفوق هذا كله إن شاء الله يكون مفيد وممتع الرانسوموير الاسم هذا لما يتبادر حقاً هنا الناس يظنون أن الرانسوموير السابقة يمكن يكون بالكثير بالكثير عشر سنوات صح ولا الرانسوموير بدأ هنا أنا ما أظن أن في أي طالب أو طالبة في جامعة كمام الدرحمن ولد قبل أول ظهور للرانسوموير لأن أول ظهور للرانسوموير سأقول تاريخياً ورسمياً يقال من سنة 1989 1989 قصة أن في مؤتمر أحد الباحثين وزع دسكات أيضاً ما أظن أن أغلب طالبة طالبة في الجامعة لاحقوا على فلوب ديسك اللي هو الفلوب ديسك المربع لي كان يستخدمون قبل للتخزين فالفلوب ديسك هذا نشر في طبع الفلوب ديسك القديم اللي كان الحجم أكبر حتى غير عن الفلوب ديسك اللي ممكن بعضنا لاحق عليه فيه داخلها برمجيات خبيث يدرناها مجل خبيث كان فكرة الثانية عما ذكية أن بعد تسعين ريبوت يعني عقوب ما تشغل عندك في الجهاز عقوب ما تسوي ريبوت تسعين مرة علشان ما تكتشف على طول لما تستعيد جهازك تسعين مرة عقوبها يبدأ يشتغل ويظهر يسكر جهازك عليك ويطلع رسالة فيديه يقول لك أن تبي تفتح جهازك وملفاتك أرسل مبلغ الفلاني عبر دفع التحويل المالي بالتلفون يعني التحويل البنكي تقليدي إلى شركة مستجلة في دولة بانما يعني حتى خارج حدود ولاية والتحدة أمريكية طبعا بعد فترة صادوا الشخص هذا وطلع يعني بعجوبة من العقاب عن طريق أنه سوى روحه مجنون فيبدو أنها مشت الحركة ويمتنوا عن العقابة لكن بشكل عام قصدت سواء كانت كل تفاصيلها صحيحة أو دقيقة هذه أول بداية مستجلة للرانسومير سنة تقريباً 89 كثكرة أنه برنامج خبيث يقوم يمنعك من وصول حق ملفاتك أو بياناتك إلا إذا دفعت فدية مبلغ من المال طبعا كان فيه تطورات وايد حق الرانسومير في الفترات الأخيرة لكن الرانسومير كان بدايته يعني أول ما بدأ يكون شوية شغال ولموصل الخليج على سبيل المثال ووطن عربي كانوا عمى طريقته متخلفة شوية وغير سكيلبل يعني غير قابلة للعمل بشكل على المطاق واسع يعني كان مثلا يشفر ملفاتك أو يعطيك تحذير أو تخويف ويقولك ادفع باستخدام كروت الدفع مثل بطاقات كاشو أو غيرهم بطاقات الدفع القديمة فنازم تروح للمحل وتشتري بطاق وتدفع وتحول الرقم وإذا وصل للرقم نيد الساعة هو يمكنني يعطيك مفتاح أو تكون هو أصلا خدعك ولكن مفتاح ولا شيء والملفات أصلا غير مشفرة ما فقط صورة طلعت لك تمت توسأل أخي نقول الرانسومير نوع ما كوسأل بدفع شوية معقدة وصعبة لكن بدأ أول الرانسومير يستخدم العملات المشفرة الكريبتو كارنسيز تعديدا البتكوين وهو كريبتو لوكر لما طلع الرانسومير هذا وربط البيتكوين بحيث أن إذا يتبع تدفع تدفع بالبيتكوين وإذا دفعت ببيتكوين وصار تحويل يرسلك هو المفتاح حق فتح ملفاتك هنا بدأ خنقول الطور اللي ديب أو التاريخ الحديث حق الرانسومير اللي هو الرانسومير المدمر اللي يشتغل بشكل شبه آلي وعنده قدرات يعني أكبر بكثير من قبل وصار خنقول يستحق الاستثمار فيه فالحين حاليا إصابات الرانسومير الكبيرة عندها ميزانيات بعشرات الملايين وبعضها أكثر من شدي فعندها قدرة أنها توظف باحثين يبحثون عن الثغرات توظف هاكرز يخترقون الجهات يعني ليس مجرد إصابة اختراق عادي عن طريق أنه واحد يرسلك ملف في إيميل أو في رابط لا اختراق كامل الأركان مقصود وباستخدام خبرات محترفين لاختراق الشركات وجهات فالنقل النوعية صارت مع كريبتولوكر تقريباً حسب خنقول إذا نبي نختار أكثر نقطة صار فيها تحول فالرانسومير كان عملية متغيرة مع الوقت لكن النقطة صار فيها تحول أكثر هو بداية ربط الرانسومير أو الفارسات التشفير له شفر ملفات كيطلب فلوس مع العملات المشفرة اللي التعقب معها أصعب وطرق الدفع تكون أأمن حق الهاكرز وهذه البداية اللي بدأ فيها أو خنقول هذا هو الرانسومير فيرجين 2.0 بدت من النقطة هذه واستمرت إلى الوضع اللي احنا اليوم شايفينا الرانسومير قدرات كبيرة قدرات هائلة الهاكرز أصبح يضخون أموال كثيرة في الرانسومير أصبحت بعض الدول تستخدم الرانسومير كأدى للحصول على أموال خارج لطاق القانون بدون تسمية بعض الدول هذه حسب تقارير الموجودة وأصبح هناك قدرات الهاكرز على شل أركان شركات ومؤسسات كبرى وليس فقط استهداف لأشخاص أفراد أو أشخاص بسطة فتغير هذا النقل النوعي اللي صارت هي نقطة التقاء الرانسومير مع العلمات المشفرة هي اللي أعطت الانفجار لهاء اللي صار حق الرانسومير واللي تطور إلى الوضع يعني المأساوي بالنسبة للضحايا والوضع المربح بالنسبة للهاكرز ووضع الرانسومير الحالي اللي هو قدرة الهاكرز على اختراق آلاف من الزبائن آسف ليس الزبائن بالضحايا بنفس الوقت واستخراج الأموال عن طريق دفع بالعملات المشفرة وتصعيب عمليات تعقب الهاكرز هؤلاء أتمنى تكون إجابة إن شاء الله موفقة نشكرك هنا بمعلومات فعالية ما كنا نعرفها لأن الفلاوبي ديسك فيه مننا قد مر عليها قد نكون يعني نعتبر يونج لكن مرت علينا هذه التكنولوجي بالنسبة للرانسومير كيف يمكننا نكتشفها في نظام معين إذا تم نقله لجهازنا؟ لا شوفوا الرانسومير الواحد ما يكتشفه الرانسومير يكشف نفسه بنفسه لأن الرانسومير الفكرة منه أنه أنت تشوف أن ملفاتك متشفرة وأن فيه رسالة فدية يا فلان أو يا مستخدم الجهاز هذا تم تشفيراتك ادفعها المبلغ بالبيتكوين أو بأي عملة أخرى حق الحساب أو الإيميل فلاني عشان تترجع ملفاتك فأنت ما تكتشف الرانسومير الرانسومير راح يكشف نفسه حقك أن الرانسومير يريدك تشوف أن ملفاتك تشفرت كلها وأنك لازم تدفع فلوس خلال مثلا فترة معينة أو السعر يزيد أو تنحدث ملفاتك فأنت ما تكتشف الرانسومير الرانسومير هو راح يكتشفك زينا؟ ويخترق جهازك ويظهر نفسه حقك علشان تدفع الفدية لكن ممكن القصد من السؤال هو شون أنك تشف محاولات الاختراق الرانسومير ما يختلف عن أي محاولات اختراق أو فيروس تقليدي الفكرة فقط أن الرانسومير هو عقوب ما يصيب جهازك بدلما هو يسوي أمور في الجهاز خلصة من دون ما أنت تدري بدلما مثلا يسرق بياناتك ويرسلها للهاكر أو بدلما أنه يصيب جهازك وضيفه حق البوتنتمال للهاكر أو بدلما هو يبحث في جهازك عن حسابات أو أرقام بطاقات التمانية وغيرها لا الرانسومير عقوب ما دخل على جهازك بالطرق التقليدية للاختراق الران أو المالوير عقوبها فكرة مالت أنه يشفر ملفاتك ثم يقوم بإظهار رسالة واضحة لا يمكن أنها طوفك فبالتالي أنت ستكتشف الرانسومير بكل تأكيد أنه تم إصابة جهازك لكن ممكن يكون السؤال شون أنا أكتشف محاولات اختراقي بالرانسومير السؤال هذا هو نفس السؤال اللي شون يخترقون جهازي أو شون يخترقون بياناتي فالسؤال هو أغلب الطرق عن طريق الملفات أو الاتاتشمنتس خصوصا 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 ملفات ماكروسوفت أوفز وورد وإكسلو بوربونت اللي يصير فيها خاصية الماكرو أو خاصية الـRTF أو ملفات الجافا سكريبت أو غيرها من ملفات الملفات تنفيذية مثل EXE أو سكريم سيفرز أو غيرها من الطرق اللي هو ممكن خلالها اختراق الجهاز وتنصيب مالوير داخلها أيضا من الطرق اللي ينتشر فيها الرانسومير خصوصا في الجهات المؤسسات أو مثلا في الجامعة في لابات الجامعة في مكاتب موظفين مثلا أن يكون الـ Local Admin Password في إلى جهزة نفسها ما غيرها فبالتالي الرانسومير يخترق جهاز رأي واحد ثم يكتشف أن نفس الباسورد مستخدم في الجهزة الأخرى فينتشر لهم أو أنه ممكن الرانسومير يربط مع ثغرة معينة موجودة الأجهزة اللي موجودة في الشبكة ما أحدثوها للحين فيستخدم استغلال لها كود استغلال اللي نسميه Exploit Exploit يعني كود استغلال فيستخدم Exploit وهاجم فيه الأجهزة الأخرى وينتشر بشكل آلي فهنا يكون الرانسومير مربوط مع الفيروس طبيعة عمله ينتشر بشكل آلي الفيروس الذي ينتشر بشكل آلي نسميه Worm يقصد بWorm بالعادة اللي هو الفيروس الذي لديه قدرة أنه ينتقل بشكل آلي من جهاز إلى جهاز ما يحتاج تدخل بشري يعني ما يحتاج أنه أحد يدخل USB ملغوم يقوم يحطه بجهاز آخر ويفتح ملفات لا ممكن هو ينتشر بشكل آلي طرق أن تشار بشكل آلي يعني غالبا أما أنه يستخدم نفس الباسوردز اللي لقاها في الجهاز الضحية الأول ففيه جهاز ضحية أول نسميه Patient Zero أو ضحية نمبر وين الضحية الأول هذا الفيروس عندما يحوشه يحل الجهازة ويشوف شنو عنده باسوردات فيه جهازة شنو فيه عنده حسابات يحاول يجرب الباسوردز هذه مثلا الويندوز باسورد على الجهازة الأخرى الموجودة في الشبكة أو ممكن بعض الرانسومير يكون مد من جمعه مثل ما قلنا كود ثغر يجربها على الجهازة الأخرى الموجودة في الشبكة أو بعض الطرق الأخرى ممكن الرانسومير لا يفتح connection حق هاكر موجود يعني شخص موجود live يحاول بنفسه يسوي عملية الـ penetration أو الاختراق ويجرب شغلات وائد على الجهاز هذا يعني ما تكون شكل آلي فقط ممكن هي تكون منفذ لفريق من هاكرز شغال يشوف الـ target الجدامهم الجهة اللي اخترقوها هل هي جهاز فرد شخص واحد عادي ولا جهاز من شبكة إذا كان جهاز من شبكة ممكن هو يستدعون فريق بدخصص يخترق الشبكة هذه بالكامل الاختراق حقيقي live وهذا احنا نسمي big game hunting في الرانسومير يعني استياد الهداف الكبيرة استياد الهداف الكبيرة مثل مستشفيات شركات الطاقة البنوك فهني عصابات الرانسومير اتيب هاكرز أو عصابات أو فرق هاكرز متخصصة أشخاص محترفين ويشتغلون على الاختراق حي حق الجهات هذه فبالتالي المسألة هنا تصير عقد بوايد يعني يكون انت أمام فريق متخصص وليس فقط فيروس يشتغل بشكل آلي ممكن بسهولة أو ممكن بشكل أسهل ان تصير برامج الحماية فنمبر ون شون اصيب الفيروس ممكن تصاب فيه في أي طريقة تقليدية وتصاب فيها لنسبة الفيروسات مثلا فلاش يو اس بي يحط فيه جهازه في الجامعة جهاز مشترك لكل يستخدمه ثم يروح يشيل يو اس بي يحط فيه جهازه بالبيت ينتقل الفيروس حقه أو ملفات اتاشمنتز أو ان جهازه غير محدث البراوزر نظام تشغيل أحد يخترقه عن بعد ويقوم يصيبه في يعني ما يخترقه يقوم ينصب الفيروس داخل جهازه إذا الفيروس هذا قام كأحد الأكشيز يسويها وقام شفر ملفات كمقابل الفلوس أنه نحن نسميه رانسومر فعني الفكرة أنه فكرة رانسومر هي تطبيق لأحد الفكار استغلال اللي يسويها الفيروسات لما يصيبون جهازه الناس وليس هو فيروس أو نوع مختلف يعني بحد ذاته في طريقة الدخول طريقة الدخول للجهاز هي حالها حال أي فيروس آخر ليفرق أنه الأكشن اللي يسويه الرانسومر ويخترق جهازك اللي هو تشفير ملفات وطلب الفكرة بما أن الرانسوموير حسب أن الرانسوموير ينتقل نفسه مثل أي مالوير آخر هل ممكن أن ينتشر عبر الشبكة بدلا ما يكون USB أو Floppy Disk أو أيش مكان نعم ممكن وهذا المساعدة ذكرنا على سبيل المثال أحد أشهر الرانسوموير اللي انتشرت في العالم هو وانا كراي سنة 2017 وانا كراي فكرتها كانت جدا بسيطة قبلها بكم شهر انتشرت تم تسريب ثغرات للنس اي اللي هو وكالة الأمن القومي الأمريكية كان عندهم فريق وظيفته يعني القيام بعملية الاختراق والدخول فعندهم مجموعة من الثغرات وهم نفسهم اتشفوها وما بلغوا فيها شركة ماكروسوفت عشان تكون تصلحها فحتفظوا فيها لنفسهم اللي هو الزر الدي ثغرات اللي مالها اللي مالها فكس ومالها باتش ومالها أبديت فالعجيب الموضوع انه في مجموعة من الهكرز اخترقوا الفريق هذا في الانس اي او اخترقوا أحد السيفرات اللي كانوا يستخدمونها ولقوا الأدوات هذه موجودة في هذا السيفر المخترق فقاموا الهكرز اللي كان اسمهم مجموعة شايدو بروكرز وانشروا الأدوات هذه أو الثغرات هذه اللي تعتبر كأنها نوعا ما سلاح إلكتروني كانها سلاح إلكتروني دخلك على أي جهاز ما في أبديت حق الثغرة هذه ووقتها كان ما في أبديت لها أصلا فلما تم تسريبها قاموا لنا نسيب التعاون مع مكروسوفت على أنهما يعني يجمعت ترى تسربت عندنا ثغرات انتم ما تعرفونها هاكم إياها قموا صلحوها عشان الناس وبقية العالم على الأقل يعني يسولها أبديت لكن هذا عقب ما يعني فات الفوت على قراضة ما ينفع الصوت تم تسريب الأدوات واستخدموها الهاكرز حول العالم في الدخول على الكثير من الجهزة اللي ما من داها أنها تسوي تحديث وتحديث الأمن إلى جهزة ترى مدامة منكم سهل يعني لما نتكلم عن جهاز شخصي جهازي أنا الشخصي اللي ما سوي أبديت سهلة ترى أديش على ويندز أبديت وطيق أبديت ونتهي الموضوع لكن في الرد أنا عندي مؤسسة بنك شركة طيران شركة حساس شركة اتصالات شركة طاقة عندها سيفرات شغالة تطحن طول الوقت ما يقدرون يوقفون سهولة وساعات الأبليكيشنز يعني مو سهل أنه يديرونها السيفر عليه مجموعة أبليكيشنز وايد كل أبليكيشن طريق طبيعتها مختلفة يستقنونها بشكل مهم ودائم مو سهل أنهم يوقفون الكثير من السيفرات إذا ما كانوا أعدوا بنيتهم التحتية لهذه الفكرة بالأسس أنهم يصنون أبديت دائم وأحيانا بعض الجهزة أو بعض التقنيات تكون قديمة يعني مثلا أنظمة الويندوز يستخدم في المستشفيات يستخدمونهم على الجهزة الطبية أنظمة الويندوز مستخدم في مثلا الأنظمة الحربية السفن الحربية غواصات يستخدمون أنظمة ويندوز أنظمة تقليدية لكن أحيانا يكون لها برج معين ثابت على رقم معين ليش؟ لأن هذا سوالها سبتيفاي أو تأكدوا أن فلانية بالتالي الشركة الطبية تقول لك أنا ما شغل كل جهاز هذا مع ويندوز 10 ما أضمن أن يشتغل عدل وما أضمن أن يشتغل بشكل صحيح وما سواينا عليه سيرتيفكيشن على سبيل المثال فالواقع أن العملية الأبديت الدائمة مو سهلة تطبيقها كل الجهات هناك كثير من الجهات أنواع النظيم عندها وأنواع الجهزة جدا صعب أو يعني جدا خنقول مكلف كوقت أبديت لأي سبب كان عندك كيفك أنا كيهكر راح ديش واستغل الضعف اللي عندك هذا وهذا اللي صار لما تم صناعات فيروس واناكراي كان فكرة فيروس يشفر جهازك ويقولك يدفع فلوس بالعملات المشفرة شون أنت شرم الأساس خذ الثغرات هذه اللي تم تسريبها مع أنه طاف عليها أكثر من ثلاثة شهور على الأبديت معنا في الماكروسوفت ففايروس واناكراي استغل فكرة أنه الناس معنا ثغرة نزلها أبديت لكن الناس ما راح يسمون أبديت دائما راح يكونوا بطيئين في تطبيق الأبديت وهذا اللي صار تم اختراق مئات العلاف للأجهزة حول العالم اضعا في بريطانيا تم إصابة 42 مستشفى ويقاف عملياتهم محطات بنزين محطات قطارات في أوروبا شركات الصالات في أوروبا تم تعطيلها بشكل كبير جدا بسببت الفايروس هذا واناكراي شون انت تشارك الآلي عن طريق دمج الثغرات هذه في كود الفايروس بالتالي الفايروس أول ما يدش في شبكة ولو جربونا وتسويلكم مثلا شبكة افتراضية في الجهاز استخدام الاجهزة الافتراضية أشغل عندي فيرشو المشين ثلاثة أربعين بعض بشبكة واحدة وطبعا ما يكون عليهم افتراضية وشغل الرانسومير في أحد الاجهزة هذه ويشوف شون يسوي سكان ويصيب الاجهزة الأخرى فهذا كان أحد تجارب يسوهم مع واناكراي وكتشفوا أن واناكراي ممكن يخترق الشبكة كاملة في دقائق معدودة عن طريق الاختراق أو الانتشار الآلي استخدام الثغرة المدمجة في إذا كان الضحايا طبعا ما سووا لها update أو ما سووا لها patch هذه صورة من صور انتقال الرانسومير بشكل آلي وبين صورها أن الرانسومير يستخدم الباسورد الموجودة في جهاز لصيبة ويسوي لها reuse أو إعادة استخدام على جهزة أخرى والكثير من المؤسسات للأسف الباسوردات يتم تكرارها بالتالي ممكن يدخل على أكثر من جهاز في حالة إصابة جهاز برانسومير برأيك ما هو الحل الأمثل للتعامل مع هذه البرمجيات طيب التعامل مع برمجيات رانسومير إذا نقصد قبل أو بعد يعتمد للموضوع إذا بعد طاح الفاس بالرأس فهنا موضوع شوية صعب يعتمد عن نوعية الرانسومير في رانسومير لها طرق لفك التشفير مالها وأحيانا بشكل سهل وأحيانا بشكل صعب يعتمد على شروط معينة وفي فيروسات ما في طريقة لفك التشفير مالها وأنا طبعا أنصح يعني أنا بشكل عام أنا ضد دفع الفديو للهاكرز لكن في ناس لأسف يضطرون شخص يقول لك يا مهندس محمد أنا كل شغل حياتي بهالجهاز وأنا أدري ما سويت باكب وأدري غلطاني ما سويت باكب وأدري غلطاني نزلت الملف الفلاني وصاب بمفايلس بس الحين هذا الوضع شا سوي بالله شنو الحل معي فأحيانا كثيرا بعضهم يضطر مرغم أنه يدفع فديا وبعضهم يدفع مو شرط أنه يحصل ملفاته مرة أخرى ممكن الهاكر يعطي ملف آخر عشان يفتح للتشفير ملف هذا أيضا في فيروس مدمج من نوم النفسه لأن الهاكر مو ملزوم يكون طيب وابن حلال وراعي كلمة صح ولا لا ممكن يخدعه مرة أخرى ويخدعه مرة ثانية وفاثة ورابعة فمو مضمن أن ترجع ملفاتك وإذا رجعت مو مضمن أن جهازك يكون نظيف وقابل لاستخدام مرة أخرى وأيضا مو مضمن أن الهاكر ما أي بعد فتر يقول لك ترى ملفاتك عندي إذا ما دفعت زيادة أقوم أنشرها بالإنترنت وقوم أفضحك هذا سنسميه اكستورشن وير أو فارسات الابتزاز الميزة في فارسات الابتزاز هو أن الهاكر حتى لو أنت ملفاتك نسوي لها باكب وعندك نسخة احتياطية وما عندك مشكلة نحو شفى ملفاتك تقوم بترجع جهازك بالكامل ملفات كلها من الصفر وشغال عندك يمكن الهاكر يقول لك حتى لو عندك باكب أنا راح أنشر ملفاتك في الإنترنت إذا كان عندك ملفات حساسة أنت شركة عندك ملفات الزباين ملوتك والمستخدمين راح تكون مشكلة إذا نشرناهم عندك إصرار المهنة أنت شخص عندك صورك الخاصة عندك ملفاتك الخاصة شركة عندها إصرار تجارية عندها براءات اختراع وبالتالي قعد يكون أن شركة ملزمة يعني خنقول في وضع صعب أنه حتى لو ملفاتها قدرت استرجعها المشكلة في أن الهاكر أيضا عند نسخة منها ممكن يهددها في الدفع في أي وقت فبشكل عام الصحيح إن الواحد ما يدفع لكن الواقع قد يضطرنه ويدفع فضروري أنه لو دفع يعني يسترجع ملفاتها ويضعها في خنقول جهاز تخزين خارجي يسوي لها سكان يتأكد نظافتها ثم يضبط جهازه من يديد يسوي لفورمات ويبنيه بالكامل من يديد مع أبديت كاملة ورجع ملفاتها حبة حبة من دون ما يشغلها فقط يرجعها كديتا يعني كملفات صور أو ملفات وثائق من دون ما يرجعها كبرامج تشغيلية لأنه ممكن لها كريد مجفيها فارسات أخرى لكن قابل ما يصيب للرانسومات شا سوي هنا يعدك شغلتين أول شي الباكب الباكب لكم اللي قاعد تكلموني واللي قاعد تشوفون الفيديو هذا أنا أضمن مبلمية إن من زمان ما سويت باكب حق ملفاتكم المهمة أو ما سويت خير شر فهذا شيء مهم لازم نحين أنت إذا كان الفيديو هذا تقدر تتسوي لباكب وقفة روح وقفة موقفة روح سوي باكب حق ملفاتكم المهمة ثم تعد رجع تكمل معاي أو ضروري عقب ما تخلص الفيديو هذا أول شي تسوي إنك تروح تسوي باكب حق ملفاتكم المهمة في جهاز تخزين خارجي والباكب ما لك في نفس جهازك تشتغل فيه ما تصل معاه على طول ماكو فايدة الهكر لما يخترق جهازك يدور شنو في هاردسكات شنو في يو اس بيات شابكة بنفس الجهاز مع بعض يقوم يشفرها كلها فما يصير تحط البيض كلب سلة واحدة مباشرة من أهم الأمور يتسويها باكب حق ملفاتك وانتبه على شغلتين بالباكب الباكب يكون آمن يعني الباكب انت ممكن تشفره تحميه باسورد وتحطه بمكان آمن واتأكدنا الباكب شغال يعني الباكب لما سويته فعلا شغال والملفات الموجودة لو تسترجعها تلقاها موجودة لأنه ممكن أحيانا تسوي باكب ثم تأكد تشوف عقب فترة لما تريد تسترجعها لما تسير لكم مصيبة ولا الباكب أصلا ضارب وخربان ولا ما ضبط من الأساس ما اشتغل بشكل صحيح أو ما نسختك الملفات المهمة فضروري الباكب وهو حماية من الرانسوموير والباكب انت ممكن تسوي بطريقة ان كنت تسوي فالباكب حق ملفاتك المهمة كلها ثم من فترة لثانية فقط تسوي باكب حق الملفات اللي تغيرت يعني يتعندك مثلا 200 قيقة من الملفات تسوي الباكب كلها ثم ملفات اللي تغيرت تقول تغير فقط 100 ملف تغير فقط 5 قيقة 10 قيقة تغيروا فقط تسوي باكب حق المتغيرات لان انت عندك الاصل الموجود ثابت وحرص انك تسوي باكب في اكثر من مكان شيء online شيء بهاردسك خارجي هاردسك ثاني خارجي عشان لو صالك شيء لا سمح الله فرضا صار عندك حريجة في البيت احترقت مثلا احترق الكبت احترق الجهاز ممعنى انك تخسر كل بياناتك كل ملفاتك احترق مكتبك في الدوام على سبيل المثال هذه امور تسيري جماعة فمهم ان الواحد يكون مخطط حق المصايب هذه علشان لما تسير له على الاقل يكون عنده قدرة النهوة يتجع ملفاته خصوص الملفات المهمة شخص عنده بحث دكتوراه بحث ماجستير صور مهمة ملفات ما عنده منها نسخة اخرى شغل بزنس مهم ان الانسان كل الانسان عنده شيء مهم احفظه بشكل صحيح وتأكد انك تحميه بشكل عدل وبكل صراحة يعني الباكب ليس حل كافي لمشكلة الرانسومير انت ايضا لازم تحمي نفسك تحمي جهازك الابديت برامج الحماية السلوكيات الصحيحة في استخدام الكمبيوتر يعني ما يصير جهازك الشخصي كتستخدمه وانت يوزر ادمن سولك يوزر ثاني مو ادمن ما عنده ادمن استخدمه بشكل دائم لما تبي تنزل برنامج او بتسوي شيء يحتاج منك صلاحية الادمن فقط ديك ساعة حط باسورد الادمن عشان تسوي العمليات هذه لكن اغلب شغلك ما يحتاج انك تسوي ادمن براوزنج ايميل جيمز باربوينت موكسوفت وورد شغل جامعة تزون حق بعضهم موركاتكم تنسخونها صح ولا لا هتقولي ما تسويها فكل شغل هذا ما يحتاج انك تسوي بيوزر صلاحياتها ادمن في جهازك استوى بصلاحيات يوزر يوزر عادي فقط العمليات المهمة كنستول حق سوفتوري يديد مثلا هنا تنسي تسوي لك او تستخدم حسابك الادمن بالتالي انت تصغر هنا مساحة الخطر وتصغر وتزيد من احتماليات او خنقل تقلل من احتماليات ان الهكر يحوشك وانت جهازك معطي صلاحيات كاملة لكن هذا يعتبر مو حماية حق الرانسومير بروحها حماية ضد اي نوع من نوع الفارسات بكل امانة فالباكب بشكل دائم مهم وحماية اللي خنقل التقليدية من الفارسات انك انت ما تنزل اي نوع من نوع الملفات تعرف التعامل مع الملفات لما اقولك وورد وبوربونت وإكسل يطلب منك انك تسوي انابل كونتنت حق الماكرو اللي هو الشريط التحديد الاصفر اللي يطلع فوق واتمنى القائمين عن المحاضر ممكن يحطون لغتات او صور تشرح قصدي فيها فتأكد انه ما تبدي تنزل اي برن اي ملف واصلك من اي طرف انت ما تأكد منها عبر الايميل وتفتحها ممكن يكون في ملغم مع او مدمج مع الفارس ويصيبك لان هذه طرق انتشار الفارسات الرئيسية ايضا طرق انتشار الفارسات الرئيسية البرامج اللي احنا بالانترنت انا ادري انه بعضكم طلاب الميزانية يعني مش ولابد في برامج واحد يبيستخدمها لكنها بفلوس في يبيها مجانية يبي يطالع فلم ويبي يدفع فلوس يبي ينزلها مجاني وايد من مواقع اللي تعطيك برامج وافلام مجانية ترى مو لوجه الله صح ولا بالتالي تتوقع انه في خدع معينة احد الخدع هذه قد يكون انه لما تنزل برنامج هذا يكون مدمج مع الفارس يتحكم في جهازك او يسيب جهازك في يعني مشاكل معينة فبالتالي انت يكون دائما ذهين وحريص وتأكد انه يعني انت عامي نفسك ومضبط امورك فيما يتعلق في حماية جهازك وحماية بياناتك الجهاز ترى يعني معلش الجهاز بالنهاية قيمته ببياناته ولا الباقي هذا كله حديد لابتوب كيبورد ووندوز تنزله بسهولة وتبدي من صفر لكن القيمة الرئيسية هي في بياناتك فحرص دائما من بياناتك انت تحميها حماية منفصلة عن حمايتك على جهازك مثل ما قلنا الباكاب الخارجي او الباكاب الاندلائن فهذه هي طرق التعامل مع الرانس ما جز منها العلاقة في البيانات تزمنها العلاقة في الحماية التغليدية لجهازك بياناتك من الفيروسات حبي نسألك عن فكرة ثانية تخص المالوير ألا وهي الباكاب هل ما زال الباكاب أو الباكاب نتس موجودة وهل طريقة عملها هي مثل سابقا أما اختفت تماما لا الباكاب نتس لا تزال موجودة لكن استخدامها شوي اختلف عن قبل قبل الباكاب نتس كانت استخدم بطريقة انها كرة مخترق آلاف ضحايا يتحكم بجهازهم لأنه منزل الفيروس في جهازهم فيتحكم فيه جزتهم يسوي منهم جيش من الزومبيز يقول لهم أنت يا المئة ألف جهاز اللي عندي هجموا على الموقع الفلاني عشان يطيح هجموا على الجهاز الفلاني عشان يطيح وهذا الهاكر لا زال يسوينا يصير خدماتهم هاكر فور هاير يسمونها استعاد بوتر سيرفزز اللي هو خدمات الإطاحة يعني أنا هاكر عندي مثلا نفترض أنه أنا هاكر عندي مئة ألف جهاز تحكم فيهم ويو واحد يقول لي أنا عندي منافس مأذيني معه والراسي ممكن نطيح موقعه عشان الناس ما يدوش الموقع يدوش موقعي أنا فيقول لهم حاضر كم تدفع أدفع على المبلغ نطيح لك الموقع اللي انتو تبقي فيطيحوا موقعه مثلا الموقع عندهم عرض معين عندهم دعايا حلوي يطيحون الهاكر عشان الشركة تخسر ونافسهم يربح هذا زال موجود الهاكرز يعني من شيء شغلات اللي خنقول المضحكة أنه من أكثر هجمات الدي دوس دي دوس شن تعني دستربيوتد دينايل أوف سيرفس لهو هجمات حجب الخدمة الموزعة شنو قلل لدينا موزعة قلل لدينا الهاكر يسوي الحجب الخدمة يطيح السيفرات أو شبكات أو المواقع اللي بيها عن طريق أنه يهاجم بالبوت سمروتا يتحكم في مئة ألف جهاز حول العالم يخليهم أهم يسوون هجمة موزعة على الجهاز أو على الضحية هذه بالتالي لما أنا الهجمتي على سفري من جهاز معين أو من مكان معين واحد بسهولة أسولي بلوك انتهى الموضوع لكن لما تلي الهجمة من أمية ألف مكان من مختلف الدول حول العالم أنا ما أدري أوقف هذا ولا أوقف هذا أسولي بلوك حقها الدولة ولا حقها الدولة ما أعرف لأن هجمة قاعد تلي موزعة فهذه فكرة دي دوس أو دي سيرفس الحين الهاكرز يعني يستخدمون الهجمات هذه وايد في مهاجمة يعني أظن من أحد أكبر الهجمات اللي سارت كهجمات الدي دوس الإغراق أو هجمات الحجب الخدمة ضد سيفرات اللعبة الماين كرافت اللي هو لشكالهم كلها مربعات بيكسلز لعبة ماين كرافت كيف تعرفونها فهذه اللعبة لها يعني سيفرات اللعبوا فيها الناس الهاكرز يهاجمون السيفرات هذه يحاولون أنهما يطيحونها ويخربون على بعض في نوع منواع استخدام البوت نيت يعني يعتبر من طرق الحديثة اللي هو عملية الكريبتو كرامسي ماينج أو تعدين عملات مشفرة العملات مشفرة أغلبها شون تفكرتها فكرتها أن تيب جهاز عنده قوة معالجة قوية بروسسينج باور قوية يسوي عمليات رياضية معقدة غالبا تكون عمليات هاشينج على ألغورثم معين تكون عملية شوية صعبة تحتاج شغل وايد في جهاز وانفرد ما يقدر يسويها فالهاكر يخترق 100 ألف جهاز يخليهم أهم يسوون الشغل هذا يسوون عمليات المكلفة هذه على حسابهم على كهربتهم على فواتيرهم الكهرباء كل واحد فيهم ببيته في أطراف العالم ما يدرون جهازهم قاعد يطحن ويصرف كهرباء فول باور عشان يسوي ماينج حق الهاكر اللي قاعد ساموير فبالتالي الهاكر هذا يسير عنده عنده قوة 100 ألف جهاز يقومون يسوون عمليات الماينج أو التعدين بالتالي يطلعون العملات المشفرة هذه يحصلون على المكافآت بيتكوين أو أحيانا كثيرة مونيرو خاصة مونيرو يعني مونيرو يسمونها ساعات الكربتو كورنسي مع الهاكرز يعني تقريبا تقريبا يعني شبه استخدامها بالكامل كله في مواضيع الهاكينج واستغلالها من قبل الهاكرز المهم أن أي نوع من نوع العملات المشفرة يكفي حق الفكرة هذه أن الهاكر يستغل الطاقة القوية أو قوة المعالجية القوية عند الآلاف من الجهزة الاختراق هاي يخليهم وهم يسوون الكمبيتيشن هذه حقه بالتالي الكربتو كورنسي بروتوكولز أو بروتوكولات العملات المشفرة تعطي مكافأة حقنا حق الأجهزة أو حق النودز أو الأجهزة اللي تشارك في عملية الحساب المعقد هذا فتعطي جزء من العملات هذه مثل بيتكوين وغيرها فبالتالي الهاكر يعني يربح أموال من وراء الشغل أو من وراء البوتنت هذه من دوم هو يدفع فواتير كهرباء ولا فواتير إنترنت ولا غيرها طريق استخدام البوتنت اللي هو يتحكم فيها بالنسبة لأحدى المحاور العامة في أمن المعلومات الذي قد يهدد الـ CIA triad اللي هو الـ Confidentiality Integrity و Availability الـ Deep Fakes هي تقنية جديدة قد يكون لأغلب الناس ما عندهم خبرة فيها أو معرفة فيها فما هي بالضبط وهل هي أو لماذا تعتبر Cyber Threat حاليا أنا في رمضان الماضي سويت المحاضرة مع الاتحاد السعودي الأمن السبراني والبرامجة والدرونز وعرضت في تكلمنا عن Deep Fakes مع الاتحاد السعودي وهذا موجودة أونلاين حاليا في اليوتيوب يقدر أي شخص يرجع لها استخدمت فيها برنامج أعطيته صوتي وقاريت حق عدة فقرات في صوتي بلغة انجليزية ثم كتبت كلام أنا ما نطقت فيه بس كتبت البرنامج نطق فيه بصوتي أنا فأنا لما سمعت الشيء هذا وشفته جدامي وسمعت صوتي كيقول كلام أنا ما قلته وصراحة يعني بكل صراحة وصبت بالخوف يعني بالذعر يعني كان تجربة يعني نوعما تجربة جديدة ومزعجة شوية نوعما أن تشوف صوتك يتكلم حسيت كأن كان شخص كان أحد يختراقني مثل ما تقولون فتربت أنا أن التقنيات الديبثيك هذه فعلا شغالة وممكن تمسكتها بشكل قوي جدا عن طريق تزيف الوجه بمعنى حين أنا قاعد أتكلم ممكن أي برنامج وغير وجهي لوجه شخص آخر وسرقه اللي قاعد يقولها المحاضرة بدل ما أنا أقولها نفس الشيء مع بصمة الصوت اللي هو أن البرنامج يصيد بصمة صوتي بحة صوتي نبرات صوتي ثم يقوم يكررها يطبقها على كلام أنا ما قلته فهذه تقنية المخيف فيها أنها لازالت في بدايتها حصل أن في بعض الدول قبل سنة تقريبا شاركوا بعض الدول الأوروبية شاركوا في اجتماع سياسي مع شخص معين وقم مخلصهم من الاجتماع اكتشفوا كان الاجتماع أونلاين لأن كان أزمة كورونا فكان الاجتماع أونلاين وقم مخلصهم من الاجتماع اكتشفوا أنهم لم يكلمون شخص هذا يكلمون جهاز استخباراتي في دولة أخرى مستخدمين تقنية ديب فيك لايف علشان يسوون كأنه وجه الشخص اللي هم يبقون يكلمونه بالتالي كان يكلمون استخبارات دولة أخرى ويظن أنهم يكلمون شخص آخر بالكامل فتقنية هذه مع أنها لا تزال في بدايتها لأنها يعني متطورة حالية بشكل مخيف وفي برامج حقها سهلها لتستخدام بعضها رخيص بعضها مجاني بعضها أوبن سورس ممكن أن أحد يستخدمها عشان يسوي بعض التحديات وبعض خينجول الممارسات اللي بكل تأكيد يعني مرفوضة ومجرمة بالقانون ويقدر يدبسها بشخص آخر عن طريق تغنيات تزييف الصوت وهذه لها تبعات أخرى بعض الأنظمة مثلا تستخدم بصمة الوجه أو بصمة الصوت يعني خينجول كان يصورك فيديو يشوف كان يحين تصور فيديو يشوف كاميرتي يشوف أن هذا وجهي فيفتح لي اكسس أو حسب مثلا بصمة صوت فتقنيات الديب فيك ممكن هتساهم في تجاوز بعض طريق الحماية هذه أو البيومترك خينجول اكسس اللي هو الدخول عن طريق الإشارات الحيوية مثل الصوت ونبرة الصوت والوجه وتعابير الوجه فبالتالي ممكن شخص يستخدمها علشان يدشعر انضمة أو الحسابات باستخدام بصمة صوتي اللي هو انسخة مني أو مثلا تلبيسي جريمة أنا ما سويتها أو فضيحة حق مثلا شخصيات مشهورة أشخاص سياسيين لاعبين ممثلين على سبب المثال أي شخص ممكن هو يضرر في مثل الفضيحة هذه وخسرة سالفة في أحد الدول الخليجية أن تصل على مسؤول حسابات في أحد البنوك من شركة هو يدير حسابها حقه فهو بالتالي متعود على صوت الشخص لكلمة دائما لما كلم الشخص هذا طلب منه طلب غريب تحويل مالي بقيمة عالية لما قام استغرب الموضوع وشاف أنه شوية غريب طريقة الصوت شوية غريبة مع أنه هو صوت الشخص ذاك له متعود لكلمة قام تواصل معهم وفتح معهم تحقيق تشفوا أنه الشخص ذاك ما تدق ولا طلب أنه يتم تحويل مالي أصلا وأن هذا كان أحد الهاكرز استخدم تقنية تزييف الصوت علشان يسوي تحويل مالي بقيمة عالية جدا مستغل تقنية تزييف الصوت يخدع فيها البنك للأسف للأسف أنا أقول تحزموا الموضوع بيصير أسوأ والمستقبل تقنية هذه ما لم تدخل قوانين بشدة لضبطها ولو أن هذا قد لا يكون كافي رح يكون مستقبلها للأسف أسوأ بكثير من نواحي الأمنية والاجتماعية لأنها بنهاية تقنيات تزييف بحثة يعني قليل جدا 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 أن نشوف لها استخدامات حقيقية مفيدة للمجتمع غالب استخداماتها هي استخدامات للأسف لها جوانب يعني غير إخلاقية أو غير قانونية لكن هذا واقع وما أحد يقدر يوقف الكود ما أحد يقدر يوقف العلم هذا ما أحد يقدر يوقف قدرة الناس على البرمجة واستخدام تقنيات خاصة تطورها مع تقنيات تعلم الآلة وغيرها يسهل عملية تزييف الفيديو والصوت بشكل أي وأكثر وقد نوصل لمرحلة ما نقدر نفرق بين الصوت والفيديو المزيف عن الحقيقي وهذا رح يكون يعني وضع جدا صعب أمامنا في المستقبل الموضوع جدا شيق ومخيف بنفس الوقت بصراحة فهذه التقنية هل تعتبر تهديد أكبر على الأفراد أو المنشآت ونصائح كل المنشآت من ناحية كيف يستعدون في مواجهة هذه التقنية أو يستعدون ويتأكدون بأن لم يتم خداعهم أو لا يتم خداعهم باستخدام هذه التقنية طيب أنا ممكن أقول واحد رقم من عندي مكيفي أن يمكن 90% من استخدامات التقنية هذه الديب فيك راح تكون أغراض سياسية وأغراض يعني ابتزاز باحت ضد الشخصيات السياسية والشخصيات المشهورة يعني طلعون فيديو حق رئيس دولة مثلا يسوي شيء أو يقول كلام غير عن كلام له وكان ودي يقوله تخيله يطلع واحد يسوي ديب فيك حق مثلا رئيس دولة يعلن حرب على دولة أخرى حتى لو الناس اكتشفت بعدين هذا مزيف راح تكون كارثة وشيء يعني مضر جدا بالعلاقات بين دول مضرع الاقتصاد مضرع الأمور وايد فغالبا راح يكون حق شخصيات مشهورة جدا يعني رؤساء الشركات أنا سوي ديب فيك مثلا حق مدير شركة أبل وأقول في إعلان معين قد يضر الشركة قد يعني يسوي لها مشكلة قد يخدع الزبائن ويخدع المستخدمين فجزء كبير من ديب فيك راح يستهدف الشخصيات المشهورة باختلاف النواء لكن جزء أيضا من ديب فيك راح يستخدم ضد الشركات في أمريات نصب الاحتيال مثل ما قلنا مساعة تخيلون تخيل أنت قاعدة اشتغلين في شركة وانت مسؤولة الحساربات ويأتي اتصال من المدير بصوت المدير يعني صوته لايف بلحمه وشحمه فجأة المدير هذا يطلب بتحويل مالي مثلا يقول يا فلانا حاولي مبلغ فلاني حد الاحساب الفلاني أنا بركبة الطيارة والموضوع مهم جدا لأن عندنا شغلة لازم نسويها الحين وإذا ما صارت راح يصير كذا وكذا المهم سيناريو يضبطون الهاكرز بشكل صحيح بالخداع والحركات اللي هما يعني متحرفنين فيها وعارفينها عدل فشخص بسيط يعني شنو هي دفاعات ضد النوع ضدها الهجمة أو ضدها الخداع هذه التي تطورت صعب جدا علينا هو يتأكد منها ولكن يعني مطلوب أن الأشخاص يتحققون أكثر وصلت لك رسالة تطلب تحويل مالي تطلب شيء غريب دائما تأكد من الشخص الآخر اتصل عليه وشوف يا فلانا تطربت مني موضوع فلاني وصل لي صوتك لفويس ميسج تطلب فلوس هل هذا أنت زيته ولا موضوع مزيف فهذا شيء مهم جدا يعني لأن لها أوجه استغلال ضد الأشخاص العاديين ولها أيضا أوجه استدف طبعا نقول أشخاص عاديين أما أقصد الشخص بروحة أو موظف في جهة كتأثيرة ضد المؤسسة أن الموظف في مؤسسة يتم خداع بالصوت أو يتم استغلال مثلا تزيف صوت مدير مؤسسة أو شخصية مهمة فيها ويضا طبعا ما قلنا لهو الأشخاص المشهورين والاعتباريين مثل السياسيين ورؤساء الشركات ومثلين وغيرهم إذا ممكن حابين ناخذ من أسئلة الطلاب والطالبات في مجال الأمن السبراني أول سؤال عندنا اللي هي إيش هي أهم أهم الأمور التي تجب على خريجي مجال الأمن السبراني أن يحصلوا عليها كيف يقدروا يبنوا مهاراتهم اللي تتساعدهم في هذا المجال بعد التخرج ممتاز خوش سؤال الخبر حلو إن النساء إذا بيتخرج هذا إن شاء الله شي جميل وصلاة توفيق لجميع الخريجين لكن الشي يعني خنقول كسوق عمل أيضا إذا تتخرج أنت قد تخرجهم معك مئات أو أحيان آلاف من الخريجين تدربوا أو تدرسوا نفس موادك مع نفس تكاثرتك سووا نفس مشاريعك وهم وركاتك فبالتالي رح يكون كثير منهم مقاربين جدا جدا لمستواك العلمي ومستواك في المهارات هذا يعني إن سوق العمل قد يكون أمامه أنتم جميعا سواء بالتالي صعب إن سوق العمل يفرق فيما بينكم كمفاضلة يعني فيما عدل ومعدل وغيرها من الأمور التقليدية في الجامعة فالجهد هو أنك أنت يكون عندك شغلات خارج نطاق الدراسة الجامعية وخارج نطاق المنهج الجامعية ومنهج الدراسة التقليدي فأنت لازم عندك دورات أنشطة مشاركات برامج برامج open source مدونة تكتب فيها مشاريع دورات وشهادات خارج نطاق الدراسة الجامعية علشان تكون متميز عن يعني الزملاء اللي تخرجوا معاك وأنا أظن لكم أن كثير منكم حاليا من زملاءكم قاعدين يسوون شيء هذا وقاعدين يشهدون أسلحتهم وهمهمهم اللي يتخرج علشان يكونون متقدمين على بقية يعني الركب وبقية زملاءهم الخريجين لأن السوق مهما يعني حاول السوق يستوعب الخريجين الفرص الممتازة أقل بكثير من عدد الخريجين اللي يطلعون كل سنة والفرص الممتازة اللي فيها تطور كبير وفيها ميزات كثيرة صعب التنافس لها بالتالي أنت تحتاج يكون معاك يعني أكثر عدد ممكن من الأسلحة خنقول اللي تظهر تميزك ما بين معدل في الدراسة ما بين مشاريع في الجامعة وغير الجامعة ما بين نشاطات خارجية ما بين عمل في منصات مثل كتابات حق الثغرات كتابات في المدونة تشرح فيها مرتقنية مشاريع وبنسورس تاخذ دورات وشهادات خارج نطاقة الجامعة هذه كلها أمور أنا ما أقول يعني رفاهية هذه أمور لأصبحت الحين ضرورية جدا لأن السوق من المعلومات في الخليج أصبح فيه مستوى التنافس آلي جدا الحمد لله وكونه صعب وكونت ملفرص فيه فيها تحديات وأنك تحتاج تدرس أكثر من دراسة جامعية هذا بحداتها شيء جدا ممتاز لأن معناتها أن السوق عندنا تطور فإحنا ودنا أن دائما خريجينا يرتفعون لمستوى السوق ما نطلب من السوق ينزل لمستوى السوق خريجينا وطالع فرش خبرتها قليلة خبرتها يعني لا يزال خبرتها في المشاكل الحق في العالم الواقعي في طبيعة العمل لتزال قليلة فبالتالي إحنا لما الخريج يضطر أنه يرفع مهاراته بمستوى كبير عشان يلاحق على السوق العمل هذا شيء زي معاناة السوق العمل يتطور ومعاناة أنه يلاحق الخريجي أنه يتطور فأنت حط بالك الشغلة هذه إن شاء الله متخرج وتوك وما صدك ترتاح وتفتك إذا تريد تتميز في وظيفتك ستتم تكمل تشتغل وتدرس وتتعب لكن سيكون طريقة أفضل طريقة أحلى لكن سيكون تحدياتك مميزة أكثر طبيعتها مشاكل يتمارسها يتواجه في الدوام فيها تحديات أكثر فيها صعوبة فيها تعقيدات فيها ربط ما بين العالم التقني والعالم العمل وعالم البزنس ومشاكل ومشاكل وتحدياتك مع أنواع الإدارة الموجودة وطريقة عمل المؤسسات فبالتالي فيها مشاكل وائد راح تواجهها وتحديات وائد أما بيقول مشاكل تحديات يعني فأنت لازم تكون مستعد لها لازم تقرأ بشكل أفضل تقرأ كتب تقرأ مقالات تقرأ مدونات لازم تأخذ دورات لازم تسوي شغل تتعرف في البرمجة اكتب برامج اكتب مقالات اكتب عن أمور ومعينة تعلمتها يعني مرازم يكون شيء واو أو شيء ما أحد اكتشفه من قبل لا أنت ممكن تكتب شيء يعني تجربتك أنت في التعلم توثقها وتحطها كم مقالات ووايد ناس في الإنترنت أصبحوا مشهورين ويعني تعقدت معهم شركات وحصلوا أفضل وظائف حول العالم ومو بس في دولتها حول العالم حصل وظائف زينة شنو كانت قصة بدايتها كان هو يتعلم اكتب مقال أو يسوي فيديو وهو يتعلم يتعلم شيء ليه ما يعرفه يقوم يجرب فيه ويصيب لكن التجربة هذه كان يوثقها ثم نشر التوثيق هذا وناس اتفادت منه فمهم أنك أنت ما تتقوقع على نفسك وأنك تجتهد في المجالات الأخرى خارج طاقة المنهج لأن التحدي ويد قوي في السوق والسوق يعني حاجته كبيرة وحاجته متغيرة باستمرار تغير حاجات مهجك الجامعي لكي تدرسها هذه طبيعة الحال يعني ما هي عيب في مناهج الجامعية لكن طبيعة حال مناهج الجامعي لها تأسيس وطبيعة حال المشاكل توجهها في العمل لها مشاكل مع قدم مرتبطة وفيها تحديات وفيها لفاتواعية فأنت لازم تكون جاهز لها بالتالي يجب أن تكتسب مجموعة خبرات يعني كثيرة وعادي كنت أول شم سنة فأقبل التخرج تكون شوية ضايع لها ما عرفت توجهك بالتخصص وين بتروح 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 جي آر سي بتروح طبيعي عادي أنك أنت أول فترة لها ما عرف شو أنت بتسوي لكن مع الوقت راح تضحك الصورة أكثر وتكتشف أنت مهاراتك وقدراتك في أي مجال من مجالات التخصص هذا وبعدين هذه العملية يعني راح تصلح نفسها مع نفسها بشرط ممارسة عملية التعلم وما وقفت التعلم ولا وقفت الممارسة صحيح مهندسة محمد نتفق معك في هذا الأمر إذا ممكن بس حابين ناخد من رأيك إذا ممكن بس تعلمنا إيش الأشياء اللي تعلمتها أو الاستفدت منها خلال دراستك الجامعية أو ما بعدها أفرادتك كثير في سوق العمل يعني أنا عود من حزمة في المجتمع من المعلومات الخليجي اللي الحمد لله أنا شفتها يعني بدايتها وتطورها إلى مستوى الحين أنا أعتبره وائد مرتفع يعني وائد متطور فأحنا يعني الواحد لم ينجز إنجاز ليس إنجاز فردي بحث بالكامل بل هو استفاد وتعلم وتشارك خبرات مع ناس وائد في المجال ولذلك موضوع العلاقات في مجال المعلومات العلاقات مهمة جدا 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 تكتسب علاقات تعلم أمور مستهل تعلمها بروحك من الإنترنت تعلم خبرات من غيرك تحصل الفلسفظيفية بناء العلاقات مهم جدا في هذا المجال وهذا من أهم الأمور اللي إنسان يجب أن يمارس عقب الدراسة الجامعية إثناء دراسة الجامعية علاقاتك محدودة في الجامعة ويالله تلحق لأن الدراسة الجامعية مكثفة ومتعبة لكن في العمل بناء العلاقات مهم جدا وإنما يقول علاقات نحين في عالم الإنترنت العلاقات ملازمة تكون علاقات محلية في فقط بيئة عملك ومقار عملك أنت ممكن تبني علاقات في مجال المعلومات مع العالم كله ولما يقول مع العالم كله أنا يعنيها بكل ما تحوي الكلمة من معنى لأن الإنترنت متاح تتبادل المعلومات وتشارك وتعرف على الناس حول العالم في مجالك هذا تبادل معهم الخبرات والمعلومات وتحصل على فرص أنك تعلم أمور يديدة وتحصل فرص وظيفية حول العالم ويعني هذا الشيء كله حصل لنا الحمد لله عن طريق المشاركة ونفتاح على الناس اللي موجودين في مجال هذا وعدم منغلاق يعني واحد يغلق على نفسه الباب ويتعلم بروحها والعالم كله ما يتفعل معه ولا يدر ولا أحد يدر أنه عنده المهارة وهل العلم ولا يشاركها مع أحد ولا علمها أحد بالتالي شو الفائدة العلم اللي عنده إذا هو كان فقط محصور داخل أو داخل قلبه بالتالي العلاقات وموضوعهمهم أيضا مهم جدا أنك أنت ما تقص على نفسك شنو قزدي ما تقص على نفسك يعني تعلم بشكل صح أنت ممكن يعني النفس الأمارة والكسل والراحة تحاول تخدعك لكن أنت لازم تقاوم وتبدي تأسس نفسك بشكل صحيح المجال المعلومات الميزة والعيب فيه بنفس الوقت أنه مو مجال منفرد بذاته هو مبني على مجالات أخرى مبني على الأنظمة على الشبكات على البرمجة فأنت بشلون تسير شاطر في المعلومات إذا أنت ما تفهم في البرمجة ولا في الأنظمة ولا في الشبكات تحتاج هذه العلوم الرئيسية لأنك تكون متقن فيها لازم تكون متقن جداً لها تعرف أساسياتها عدل يعني هو مو لازم تكون ملن بالبرمجة عشان تبدع فيها من المعلومات لكن جداً جداً مفيد لك وجداً يفرقك عن باقي الناس مو لازم تكون فاهم بشبكات الميبلين لازم تكون تعرف أساسياتها تعرف أساسياتها بالقدر إذا احتجت شيء بالمستقبل تعلمه أنت أريد سهل عليك تعلم أنك تعرف الأساسيات وباني عليها نفس الشيء مع موضوع الأنظمة تعرف تعلم مع الأنظمة شون أنظمة بغنية شون شغالة بالتالي سهل عليك هذا أنك أنت تدمج وتربط الأمور مع بعض وتربع بينكم أمن معلومات هو فقط وخي نقول مختصر المفيد أنه هو ربط المجالات المختلفة هذه مع بعض بالعقلية الأمنية مع تسابر سيكورتي عقلية الهاكينج وعقلية الدفاع والهجوم مع ربط الأمور هذه يعني الفورنزكس مثلا المجال اللي هو التحليل الجنائي الرقمي شنو هو غير نكن تتعرف تفاصيل الفايل سيستم وتعرف تفاصيل الأوبرايتيك السيستم وتعرف شون الملفات تشتغل والبرامج تشتغل شنو تأثيرها وين تضع ملفاتها وشون تعرف أن الشخص هذا شنو غير بالنظام ملفات متفتحة البرامج اللي فتحها إيش شنو غير فيها الفورنزكس يعني جزء كبير منه فهمك حق النظام شون ساير كنظام تشغيل طيب الآن اختراق مو جزء كبير منه انك تفهم شون البرامج مثلا ويب أبليكيش شون شغالة شون الكود ما لها شغالة متعرف ثغرات مو هي ثغرة بالكود شون متفهمها عادل إذا أنت ما تعرف وما تفهم شي بالبرامج فبالتالي راتك تشف أن أمن المعلومات هو نضرب اختلفه حق المجالات الموجودة مسبقا كالنتوركينج وك أبليتيك سيستمز وك بروغرامج وغيرها مجالات التكنولوجي المعروفة أيضا الهاردوار على سبيل المثال الوائلس هذه كلها أمور لها تأثير فيها أو لها خنقل زاوية فيها من المعلومات المالوار ما هو بنهاية عبارة عن برنامج يشتغل ويسوي خنقل اكشنز ومعينة في نظام تشغيل طيب إذا إذا تتعرف نظام تشغيل شو مشكلتك في فهم أي مالوار بد أني ما عندك أي مشكلة فهذا هو فكرة المعلومات هو بناء قائم على أسس التخصصات الأخرى إذا التخصصات الأخرى أنت ما عندك أسس فيها راح يكون بنائك ضعيف أو أضعف من غيرك تقدر تختصر بأي شيء ثاني إلا الأساسيات ابنيها صح واشترا عليها صح وفهمها عدل ولازم كلك ممارسة بإيدك لازم تسوي شيء بإيدك لازم تعرف تتركب وتشتغل وتدير الأنظمة لازم تعرف تكتب برامج اختار لك لغة أو لغتين تكتب فيهم برامج تكتب برامج برامج في الويب برامج في الموبايل برامج في البراوزر يعني نفس الشيء مع نتورك لازم تعرف تبني شبكة تعرف بروتقرات شبكة شو سايرة تعرف شو تقرأ النتورك الركوست شو تحللها وتفهمها فهذا الشيء مهم يبني لك ويسهل عليك بناء يعني خلنقول مصطرحة كبيرة في موضوع اللي هو أمن المعلومات وأيضا أنت لازم تقول لك تخصصه وشيء تميز فيه بعد فترة من تجربة الأمور هذه مع بعض بناء الأساسيات لازم عقوبها تختار شيء وكل الناس اللي معروفين عندنا الحين في الخليج في مجال أمن المعلومات كل واحد فيهم له تخصص معين فيه تقول فلان ايه فلان اللي تخصصه في أمن المعلومات كذا فلان ايه هذا تخصصه كذا هذا فلان معروف بالفورنزيكس هذا فلان معروف بي تحليل هذا فلاه معروف في الريد تيميك، هذا فلاه معروف في الويب سيكوريتي، هذا فلاه معروف في كلاود سيكوريتي وغيرها من التفاصيل فلازم كلك تخصص إذا تميت طول عمرك من كل بستان زهرة، ما رايح حصير عندك لاوبستان ولا زهرة مع الوقت فضروري كنت تختار تخصص وتتعمق فيه بعد فترة ومثل ما قلت أنا، يعني صجنا في جانب خنقول فيها معلومات وفي جانب نوعا ما براق ويعني لامع، يعني المجال يونس والمجال انترستنج والمجال الحين أعلاميا قوي جدا ومطلب جدا أوه فلان يعرف بالهاكنج وتشوفونها بالأفلام وتشوفونها في، لها نوعا ما يعني بريق معين ولكن هذا يجب أن لا يعني خنقول يعني يلفت نظرك عن أن هذا لا يزال لازم يبنى على أساسيات قوية عمل شاق، عمل ممل، عمل لازم تقوم فيه مع نفسك وتقاوم فيه نفسك علشان يكون أساسك اللي تبني عليه قوي جدا ومتين ويعني ينبني عليه للمستقبل هذا هي بنظري من الأمور اللي الخريج لازم يصارح نفسه فيها أنه أنا شن راح أسوي بعد ما تخرج وشن راح أشد حيلي أكثر وركز وأبني يعني بناء صحيح حق مهاراتي وقدراتي وخصوصا القدرات اللي حمسميها soft skills أو المهارات اللا ملموسة هنا مهارات التخاطب، مهارات إيصال فكرة، مهارات التواصل مع الناس، مهارات الكلام هذه كلها مهارات الشرح، كلها مهمة جدا لأنه مهما كنت شاطر إذا ما تعرف تتكلم وتواصل فكرتك للناس إيش الفايدة من فكرتك، راح تكون ما منها فايدة لأنها مخزنة داخل مخك وصابة حد يستخرجها بالتالي تعلم فنون الحوار، تعلم فنون الكلام، تعلم أنت فنون العلاقات، تعلم فنون ما أقول لكم ماركتينج، لكن لازم تعرف أنت شون يعني تظهر نفسك بالشكل الصحيح أنا ما أقول أنت قاعد تشتغل بيّع، ولو أنه موعب وقاعد تشتغل بيّع لكن أنت لازم تعرف تظهر نفسك مهاراتك بالشكل الصحيح اللاق فهذه مهارات أو قاعد نقول مجموعة من النصائح مهم أن الخريج يشتغل عليها بعد فترة الدراسة الجامعية لأن الدراسة الجامعية نسميها controlled environment بيئة محكومة، يعني تحدياتها معروفة هموركاتك واختباراتك أسئلتها وإجاباتها معروفة صح ولا لا؟ أنت فقط تختبر في قدرتك على الدراسة الجامعية العالم الحقيقي مع الوظيفة إجاباتها ما لها أسئلة أو مشرط أحد يعرف أسئلتها ونتائج الخطأ فيها قد تكون نتائج كبير جدا أنت بالجامع أكبر ما عليك كدراسة أنك تأخذ F بالمادة لكن إذا أنت خطأت خطأ كارثية في العمل هذا قد يضرك أو يضر يعني مؤسستك يضر جهات تعملك بشكل كبير جدا فأنت لازم تكون ترفع مستوى النضج عندك أكثر بوايد ترفع مستوى اهتمام للتفاصيل واهتمام للأساسيات بشكل صحيح يعني المشاكل التي تواجهها في الحياة العملية ما تقدر تحفلها بطريقة أو عقلية أنك تدرس قبل الاختبار بيوم مين وتحاول أنك أنت أتمشي حالك لا إذا تتميز في وظيفتك تتميز في مجالك في مجال المعلومات وهو مجال تحديدا مجال المعلومات مجال مترابط حيل مجال سريع التغيير مجال بسهولة تدخل فيه يعني خنقول الإشاعات والأخطاء ونتائج خنقول نتائج الخطأ فيه أو الإهمال فيه قد تكون كارثية على المؤسسات يعني فيه جهات كبيرة في الخليج تم اختراقها يعني خنقول إطاحتها بالأرض وسبب خطأ فردي بالموظف ما كان عنده فهم صحيح أو ما كان حريص بشكل كافي بالتالي أنت لازم تكون يعني خنقول على قد التحدي وإنتوا إن شاء الله على قد التحدي لكن الفكرة أنه يعني الـ controlled environment اللي درست فيها مختلفة بالكامل عن العالم المفتوح الحر العالم يعني الـ wild هذا اللي موجود في يعني العالم الحقيقي في الوظائف في الشغل هذه هي نصيحتي بشكل مختصر حق الخريجين وإن شاء الله سألالكم توفيق جميعنا يعطيك ألف عافية أستاذ محمد على النصائح الصادقة أفتنا كثير بكلامك ونشكرك وننتقل للسؤال الأخير وصلنا كم هائل من الأسئلة من الطلاب والطالبات بخصوص الـ certificates يعني بصراحة وصلنا أكثر من سؤال في أكثر من certificates فما يمكننا أن نغطيها كلها في هذا اللقاء بس إذا ممكن تعطينا فكرة بالنسبة للبيجنرز في المجال السيبر سيكوريتي اللي قد يكونوا أنت وهم متخصصين هل يوجد certificates المفروضة زي اللي هي الـ standard بالنسبة للمجال هذا اللي مفروض أنها تكون عندهم أم يكتفون بشهادتهم ثم ينتقلون إلى certificates أعلى أول شيء أنا هذا السؤال أكره جداً صراحة يعني السؤال هذا أنا أحس أن الإصرار عليه يدل على أن البوصلة يعني مو مضبوطة مبلمية لأن سرتيفكة هي السؤال اللي لازم واحد يسأله السؤال لازم يكون شون مهارات العلم اللي يحتاجها وشون أظهرها والسرتيفكة هي وسيلة من وسائل أظهار العلم اللي عندك شوفوا انتبهوا ركزوا عليها الأساس أنك أنت تحصل المهارات والعلم يفترض لتستفكة أو شهادة لتأخذها شهادة الاحترافية الفنية نحن نقول عنها لموقزنا شهادة الجامعية شهادة الاحترافية الفنية يفترض أنها تكون وسيلة وحدة من وسائل أظهار مهاراتك وعلمك لما تخليها أنت إيه هي الغاية أنت هنا قربت القصة كلها يفترض أن الغاية هي وجود المهارات والعلم وطرق إثباتها للعالم علشان الناس تعطيك فرص وظيفية وكذا إذا أنت ركزت لأشهادات أنت قربت القصة بالتالي راح يكون يعني البوصلة عندك مراكب عدل فأنا بوضح فكرة أن Certificates Business نتبعوا على هالشي Certificate Business شركات معينة تقدم خدمة أو Business Certificate وتبيع بأسعار معينة باختبارات معينة وايد ناس للأسف راح يغشون في الشهادات هذه ويحصلون عليها بشكل غير شرعي عن طريق الغش وراح ينفسونكم في السوق وإنتوا دارسين بالشهادة وشهدين حيلكم وتعبانين فاسؤاله هو إذا أنا عندي واحد غش واخذ الشهادة واحد ثاني تعب وسهر ويعني دق نفسها دق واخذ الشهادة وبالنهاية عندهم كلهم نفس الشهادة أنا كجهة التوظيف شون أفرق بينهم ملازم أختبرهم على مهاراتهم بشكل حقيقي إذن هني Certificate مكافية نرجع حق إنه الغاية الرئيسية اللي هي إنه عندي علم مهارات وأبي أثبتها إذن الإجابة مو بال Certificate فقط أنا أقولك أخذ Certificate بس لا تخليها إهي الغاية ولا تخليها إهي الوسيلة الوحيدية أو حتة الرئيسية للشهادات أنا أقولك ما يبكر الصراحة أحسن الناس في سابر سكرتي بالخليج وبالعالم ممعرفين من شهاداتهم وأغلباً ما نعرف شون عندهم شهادات ولما يخذوا شهادات ممكن ما يعلن عنها أنهم أخذوها يأخذونها لأسباب وظيفية بحتة أو تعاقدية بحتة جهة معينة حق الوظيفة تطلب شهادة أفلانية فهو يبي شهادة عشان مثلاً يحصل على الوظيفة ويحصل على العقد لكن الناس المعروفين والمتازين في المجال هذا عرفناهم من علمهم ومهاراتهم واللي قدمونه للمجتمع وليس عشان شهاداتهم شهاداتهم موجودة وتساند وتساعد خصوصاً في العملية التوظيفية فالسؤال هو أول شيء أفضل طريقة التامة مع الشهادات هي اعتبارها وسيلة من وسائل إثبات علمك ومهارتك للناس ووسيلة من وسائل الحصول على الفرص الوظيفية يعني بالنهاية بالنهاية في شهادات أنا ما تعجبني كقوة لكن تشوفونها مطلوبة دائماً في السوق فهذه الشهادة حتى لو أنت بمعاجبتك أنت نوعاً ما لازم تأخذها ليش؟ لأنها مطلوبة في وظائف وايد حول السوق أو مطلوبة في عقود وايد أنت ولا تبتسير المستشار عن الجهة وفي عقد استشاري طالبين بالمواصفات أن يكون المستشار عنده شهادة أفلانية شهادة أفلانية فأنت هنا تحسنك مضطر تأخذ الشهادة مو حباً فيها أو مو بضرورة لأنها زينة لأنها مطلوبة فالحين نمبر وان في شهادات مهم منك تأخذها لأنها مطلوبة بالسوق بغض نظرة هي زينة ومزينة هذا القسم الأول من الشهادات شهادات المطلوبة بالسوق عادة وهذه المعروفة أنت بحث عنها أنا ما بيخلي لمحاضرة يعني الحاضرة هذه يخليها وسيلة لدعاية حق شهادات معينة لكن أنا أقول في شهادات مطلوبة بالسوق تتغير مع الوقت مداماً ثابت تغير مع الوقت مطلوبة الشهادات المطلوبة أخذها حتى لو أنت معاج بك مجالها أخذها هذا النمبر وان النمبر وان في شهادات ترفع اسمك شنين ترفع اسمك يعني شهادات قوية معروفة لكن هذا شيء مهم نكتأخذ شهادة في مجالك أنت وظيفتك بانتراجن تستينج ركز على شهادات بانتراجن تستينج أنت وظيفتك instant response ولا forensics وتاخد شهادة mentration testing رح يكون نوعما مفيد وشي حلو لكن يعني هذا يفترض يكون شيء ثانوي شيء رئيسي عندك شهادات في forensics في تخصصك لو أنا حين عندي وظيفة وهي لواحد مقدم على وظيفة forensics لهو تحليل جنائي الرقمي وما عنده أي شهادة في forensics وعنده شهادات في mentration testing شو رح أقول له رح أقول أنت ما تعرف بال forensics رح ناخذك ونعلمك على forensics ما عندك شهادات بال forensics نفسها احنا ما نريد بنتستر نريد ب forensics أو لاكس بالعكس واحد يريد يصير بنتستر بنترشن التستر يفحص الاختراقات وشهاداتك كلها في البرمجة رح أقول له العين والرأس أنت شاطر ببرمج بسنا ما نريد ببرمج فانتظروا لأنك أنت أوش يتركز مثل ما قلنا نبر وان شهادات المطلوبة بالسوق نبر تو شهادات اللي توافق تخصصك نزيل اللي ترفع اسمك ونبر ثري اعرف الشهادات اللي تمزل من اسمك في شهادات ما تطلع لك يعني لما أنا يلي واحد مقدم على وظيفة وعند عشرين شهادة هل هذا شيء زين لا نشوفه شيء سلبي شوني عند عشرين شهادة هذا قاعد فاضي صح أو لا ما اشتغل بإيده ولا شيء قاعد يمع شهادات ففي شهادات معينة يعني رح تنزل أو طريقة لجمع شهادات كثرة شهادات مثلا شهادات اللي ما لها علاقة يعني رح تنزل خنقول من يعني تقييمك أو تخلي وجودها في شهادك ذاتية نوعا ما غريب أو يعني غير مرتبط فانتظروا انك انت مثل ما قلنا تركز على نوعين شهادات نبر ونتول اللي هما شهادات مطلبة بالسوق بغل نظر عن تخصصك أو حاجتك لها دامنها في مجال سايبر سيكورتي نبر تو شهادات اللي توافق تخصصك انت فرانزيكس دور شهادات فرانزيكس انت بلو تيميك أو الدفاع دور شهادات العلاقة بالدفاع انت بالهجوم دور شهادات العلاقة بالهجوم أو رد تيميك فهذا يعني هذه هي الطريقة الصحيحة لتعامل مع الشهادات وانها ليست غاية انا اكرر الشهادات ليست غاية عندك شهادة جامعية ومعند لك زين عندك مشاريع اونلاين مشاريع اوبن سورس عندك كتابات عندك فيديوهات عندك تنشر رسمت لك اسم في هذا المجال كونت علاقات زينة هذه كلها قد تكون اهم من الشهادة قد تكون اهم من الشهادة خصوصا لما تيب تطور وظيفيا انا اول وظيفة ممكن لا لانا ما احد يعرفك بسوقت او الناس لكن لما تيب مع تطورك وظيفة تنتقل من وظيفة الاولى الى الثانية الثانية الى الثالثة يعني يفرق وايد الامور اللي هو اثبات مهارتك في المشاريع والشغل وصورتك العامة امام الناس اللي بتخصص اكثر من الشهادات اللي عندك يعني ولما تفكروا فيها اذا كل الناس خذوا نفس الشهادة ايش فرقها عيل شو بتميزك عن غيرك اصباح ما تميزك عن غيرك فرح تجدون ان وايد من الشهادات تندرج تحترقمون اللي هو شهادة مطلوبة بالسوق او شهادة اذا انت ما حصلتها يكون وضعك اقل او اسوأ من غيرك في هذا اللقاء عشان ما يصير لها كان نوع من دعاية لان اغلبها شهادات مدفوعة بفلوس فعنا لشي يصوي لها ماركتنج بلاش هنا وهي تروح تستفيد وقد يكون يعني خنقول مستواها وقد تكون شهادة غير مناسبة لك بالضروة لكن انتبه ان يعني شهادات مهمة واخذ شهادات لكن لا تكثر بشكل يعني مريب وركز ان شهادة تكون لها علاقة في شغلك وتخصصك وانها تكون شهادة من جهة مرموقة ومحترمة لما يواحد عنده شهادة من شركة كبيرة عالمية معروفة غير واحد يبلي شهادة من كشك مادروين ولا شهادة تحضور دورة في يعني مكان المدرب غير معروف أو شي شي دي لا أحاول أن تركز على شهادات اللي الراصخة اللي ترفع اسمك اللي تثبت نكنتع جاهز حق الشغل في العالم الحقيقي وفي نوع من شهادات أيضا مميز نفيدك لكن هذا يعتمد على مكالب تشتغل في يعني في شهادات خاصة بمنتجات معينة أنت بتشتغل مثلا بين تريشن تستينك في شهادات حق برامج لحلقة في حق برامج شهيرة بين تريشن تستينك تشتغل بنتورك سيكوريتي في شهادات حق الفايروال المعين والفايروال الفلاني في شهادات حق مثلا الويندوز شهادات حق اللينكس شهادات حق الكلاود مال AWS شهادات حق لكلاود مال مايكروسوفت هذه الشهادات اللي هو هل نسميها يعني مو شهادات فنية بمعنى شهادات حق بانترشن تستنج لا هذه الشهادات حق نظام شركة وجهة معينة إذن شركة اللي بدك توظف عندها أو شايف أن السوقكم يستخدم وايد منتجات من الشركة الفلانية اخذ شهادة أو شهادتين من عندهم لأنه رح يكون هذا يعطيك قدر أنك أنت تثبت أنك أنت جاهز عشان تشتغل عند الجهة هذه مباشرة عقوله تم يعني أولا ما تنزل تهبط أنت جاهز للركض على طول ما يحتاج توقف وتريح ويعاد تدريبك من يديد ويعاد تاهيرك من يديد لا أنت جاهز ونأخذ شهادات فهي شهادات الفندر أو شهادات الشركات اللي عندها وانتجات معينة سيسكو ماكروسوفت في أم وير اي دي بلي اس جوجل حسب طبعا نوعية المنتج مهمة عشان تعرف أنت حسب طبعا وانتشتغل ونوعية التكنولوجيا اللي عندهم خاصة إذا كانت عندهم تكنولوجيا معينة نوعية فتخينت الحين رأي حق شركة معينة شركة اسمها ABC على سبيل المثال ويستخدمون تكنولوجيا ستاك معين شيء بانينا على شيء على شيء من شركات معينة وهذه المعلومة قد تكون معلومة عامة بابلك أو ممكن تلقاها بلينكد إن مثلا فأنت عارف أن عندهم مجموعة من ممتجات فلانية وانت ما أخذ فيهم شهادات كلهم تعرف مثلا تستخدم آجر كلاود تعرف تستخدم VMware تعرف تستخدم مثلا whatever firewall اللي عندهم يقولون يا جماعة ترانا نديها الشهادات والأنظمة اللي عندكم أنا جاهز لأشتغل عليها من الحين ما يحتاج أنك تدربني عليها ما تشوف أن هذا يعطيك قوة في فرصتك وظيفية لكن تأكد يعطيك قوة فأنت يعني نوعا ما وظيفة معينة بيها تسوي لها research تأكدهم مش عندهم شغلات ممكن تتجهز لها وتكون ما أخذ شهادات تناسبها وتسهل عليك التمييز وتظهر أنك أنت جاهز لسوق العمل الحقيقي مباشرة أفضل من الشهادات اللي تكون يعني وما أقول أفضل لكن يجب دمجها مع الشهادات اللي تكون نوعيتها شهادات عامة في المجال أتمنى أن هذا السؤال يعني يجاوب موضوع شهادات بشكل صحيح مع تأكيدي أن الشهادات ليست إيها سلاحك الأول ولا الثاني ويمكن حتى مو الثالث بعد خصوصا مع الترقي الوظيفي ممكن حنا نقبل أن شهادت تكون رئيسية حق أول وظيفة لك عشان بس تدش المضمار هذا ودش المعترك هذا رغم أندش الوظيفة أدائك الوظيفة وعلاقاتك وإثباتك للناس أو للعلن أو للمجتمع نفسه التقني هذا مهاتك وخبراتك أهم بوايد من الشهادات التقليدية شكرا لك أستاذ محمد أجبت على سؤالنا من جميع المحاور المهمة التي تحتاجها ففعلا بالنسبة للطلاب والطالبات قد يكون في شدة أهمية هذه الشهادات التجارية التي تم إعلانها وتسويق لها بشدة للطلاب ختاماً إذا حد تعطي كلمة أخيراً للمستمعين توضل المساحة لك أياكم الله جميعاً وودي أخذ الفرصة هذه وأذكر أن من أمور الجميلة التي تساعد الخريج أن يتدرب على المجال هذا هو في كثير من المواقع عندها لابات أونلاين أنا طبعاً أنا سأحكي للشخص أن يسوي لاب عنده بالبيت يعني بكمبيوتر يسوي فيه باستخدام تقنيات سوي لاب ويشوف شون تشتغل بيئة يركب لبيئة ويندوز دومين شغل سيفرات مع بعض مع جهزة وركستيشن يشوف نفسه شون هي شغالة مع بعض بالواقع بشكل مبسط يعني وفي بعض المواقع والبرامج عندها تعطيك لابات جاهزة ديشن تتعلم فيها دروس مباشرة فبالتالي يتركز فيها مثلاً حق موضوع الدفاع عندكم سايبر ديفندرز موقع اسمه سايبر ديفندرز عندكم بلو تيم لابز أونلاين عندكم حق بنتستينج عندكم بنتستر لاب بنتستر لاب برو عندكم بنتستر أكاديمي عندكم تراي هاك مين عندكم هاك ذا بوكس عندهم تحديات بالأتاك تحديات بالديفنس عندكم ظون هاب مجموعة في امز حق يعني فيها خلق التحديات وفيها برامج فيها مثلا ثغرات فيه تحدي معين فرنزكس تحدي اختراق حق واب اختراق حق نتوركينج فهذه تعطيكم قدرة على الممارسة اللي هو حنسمها الممارسة البراكتكال العملية لأن الشهادة يكون معها لابات ساعة لكن اللابات قد تكون مدة دخول لها محدودة شهر شهرين ويكون نوعا ما يكون البيئة لها شوي كنترولد أكثر لأنها شهادة رسمية لها اختبار رسمي فتكون البيئة نوعا ما يعني كنترولد وواضحة ومعروفة وثابتة لكن ساعات تحديات هذه كلها تحديات فيها شطحات مختلفة وغريبة تجارب يديدة أفكار حلوة وبالإضافة حق أنك انت تسوي بيئتك التجربية نفسها يعني انت تسوي مثلا تنذل عندك واندو سيرفر وتركب عليها فيها ثغرة فيها شي تخترقها وتشوف لما تخترقها شون ترفع صلاحياتك شون تخترق جزء أخرى موجودة في الشبكة اللي سويتها وثم من ناحية الدفاع أنت تشوف شون تختشف الهجمة اللي سويتها الهجمة اللي سويتها دخلت فيها شون تختشفها أنت وتمنعها فتلعب أنتين على قوتهم طرفين العملة هذه الطرف الهدوم طرف الدفاع تجرب فيه تبني لاب عندك تعلم شون تبني لاب تعلم شون تسوي سيتاب حق الـ environments هذه تعلم شون تركب الـ directory شون تركب مضانة الإيميل شون تركب الـ databases شون تركب وتشغل ويب applications شون طبيعة عملها بالبيئة لما تشوفها شون تشتغل بالصد شون تتم تركيبها ويربطها مع بعض راح يساعدك هذا وايد في مجال العمل الحقيقي أحسن منك أنت تنتقل من بيئة تعليم خنقول scripted أو controlled مثل الدراسة الجامعية اللي هو غير خنقول التحديات اللي فيها محكومة صح ولا التحديات اللي هو مشاكل في العالم الحقيقي لا مفتوحة بالكامل فلو أنت انتقلت من دراسة جامعية التحديات فيها خنقول طبيعة الدراسة محكومة إلى شهادات طريقة الدراسة فيها أيضا محكومة أنت هيك أنك سويت إضافة حق الدراسة الأكاديمية ما دخلت فيها طعام تلجانب العملي وايد متشون طعم لا مدش في التحديات المفتوحة هذه وتتسوي لك أمور وتسوي لك برامج وتسوي لك خنقول سيناريوهات من عندك تحاول تعبث فيها وتكتشف فيها وممكن تكتشف ساعات أمور ما حدد عنها يعني أنا في أثناء عملنا في كنا نكتشف حركات معينة نكتشف بعدين أن الناس بالسوق مثلا ما ممرت عليها من قبل أو يعني مكرات مشهورة فأنت تكتشفها من باب التجربة والتعبث والممارسة فليهو الممارسة يعني الغير محكومة لهو ممارسة الفري الممارسة الانكنترولد لهو ممكن يطلع لك أي ايرور ممكن يطلع لك أي تحدي يديد يعني مشكلة معينة ما لها حال مشكلة يديدة ما ممرت عليك بشكل بالشكل هذا من قبل هذا يزيد عندك مستوى الخبرة ويزيد عندك مستوى خنقول يعني الإدراك حق المشاكل اللي تسير في في بيت العمل الحقيقية للبيت العمل الحقيقية يعني فيها مشاكل تحديات مختلفة يعني أنا مرة مثلا أثناء يعني الوظيفة قاعد تسبوع كامل أحاول أحل خطأ برمج عندي في أحل برامج كنا نسويها أخرجك شفت أنه في مشكلة بالأقواس هذا المكان بالكود لازم ما تحط في قوسيهم مثلا تقاعد تسبوع كامل تقراسك بالطوفة لأنه ما كان فيه دوكمنتيشن واضح لغة برمجية ومعروفة وايد ما لها يعني خلقوا المصادر وقتها يعني ما كان مشهور كثير من الحين البرامج مثل stock overflow وغير هاي فنعم ما لما تعطي نفسك تحدي غير محكوم يغصبك أنك أنت تتعلم من نفسك وتكسب خبرة لأنه ما في لها ideal solution أو حل موجود مضمون يحل مشكلتك فأنت لما عندك هومورك بالجامعة مثل حتى لو ما عرفت إجابته في نهاية يعني إجابته معروفة موجودة لكن في مشاكل تحديات بالعالم الحقيقي يمكن ما لها إجابة أو يمكن لها إجابة إجابتين ثلاث اللي ناس تعرفها لكن لها إجابات تيدد ناس ما مرت عليها وما اكتشفتها أو ما مرت عليها من قبل فالفكرة أنه يعني وسع دائرة التحديات ما لتك وسع دائرة المشاكل اللي تمر عليها علشان يكون عندك أنت فرصة أنك أنت يتخوي مهارتك وتنقلها إلى مستوية أعلى بوايد ويعني دائما يكون جريء ويكون دائما يعني جسور في بيت شعر معروف فاز بالذات من كان جسور إذا أنت كنت جريء وكنت يعني تبيت تحدى وكنت بتتعلم وتبيتشارك وتبيتتغامر في أمور الناس ما تجرب هني راح تميز أنت عن الناس لكن ولا تأخذ نفس الدراسة الجامعية ثم نفس الشهادات والدورات ثم تقرأ نفس الكتب ثم تسوي نفس التحديات يعني بنهاية إيش فرقك عن غيرك راح تكون أنت حالك حال يعني الناس وايد معك موجودين فيك تحديات وكسوق لا الحين انت هنا ما وصلت حقي الشيء لميزك فأحرص دائما أنك أنت بعد ما تبني الأساسيات صح تبحث عن شيء ميزك شون شيء ميزك لما تكون تجربتك ختاما سعدنا بإقامة هذا اللقاء المليء بالفائدة والتجارة بالثمينة مع أحد أهم السابر سيكوريتي أكسبرت المهندس محمد الدوب لأحد أهم المجالات التقنية في الوقت الحاضر وتقوم على أساسه الكثير من المنظمات الذي يرتكز على حفظ وسلامة السابر سيكوريتي سبيس من كثير من التهديدات الخارجية مع تمنياتنا القلبية لجميع خضراء المجال برحلة مهنية ناجحة شكرا 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 شكرا